مهما كان الناس دي بتقدي وبتخلص و بتحاول و ربنا وفق احيانا ولا وفق احيانا ولا اخرى. وحنبدأ نعمل كده. مش معقولة يعني هو محدش عجبنا ليه. مش كلنا يعني جزء مننا. حدش عاجب اه عايز الافضل للاهلي. مش معنا كده ان احنا نتعامل بالباصة والهمسة واللمسة حتى لو بالفطرة انا اذكر في الستينات يا استاذ ابراهيم كان الشيخ طاها هو هداف النادي الان. هم. الابرز. وبدأت السبعينات. الستينات لان هو سبعينات ما كانش فيه. اه ستنات. اه. ف ف ف جات له فطرة زي كده. وطالت معاه. الشيخ طاس نايل. اه طبعا. اه. وهو نفسه طلع قال انا منتظم في التمرين. انا بعمل كل اللي عليها. ويغيب عني التوفيق. ولكن ما كانش فيها سوشيال ميديا تقعد ف ف ف المهم. تجاوز الفطرة دي ورجع ثانيا مرة اخرى يتقلق ويصبح الدفن ويصول ويقول وهو واحد من اهم. وعمد متعب. خصمته شوية. خصمته ده خصمته كتير. اه. للدرجة يعني كانت ناس كتير برضو بتامم عليه. اي. لكن رجع تاني. وعمد متعب. اخطر. وفي حاجة زي عمد متعب. زعيب. اه? زعيب. في الهدف وفي الاول. اه. ها. هادي المسألة هو انا بجيب الجل نتيجة عمل جماعي. او فردي بقى ازا كنت انا بشوط من برة او اه ما يعني. لكن. خمسة وسبعين في المية من الهداف وهو نتيجة عمل جماعي. طبع لما يكون السيستم بتاع الفرقة. شغال. يحضرني هنا. السيست محمد سيف. ام. كان بيتكلم على المتش بعديد. ام. في حل. فالموسيق بيقول له اه اه ا ا ا ا هي راك في مصطفى محمد. قال له يعني هوا مصطفى محمد. جات له حاجة. هو طريقة اللعن. كان فيه أرضية. هوا مصطفى محمد. هوا اضطر يلعب. انه يبقا. في جزء من ادى انه هو المحطة. وعمل اكواس قوي. طب ما نروح بقى للحتة التانية. فم روان اه محسد. وهوا وهوا امى الماصر. كل اللي ما تيجي سيرة مصطفى هو امر مصر. اصبح هذا اللقب لصيق به. فانت بتحلله بتبرير. نفس الاداء ونفس ال هناك ينقل على مروان محسن ونفس الظروف. هل جات له حاجة? طب هو محطة يقول لك كفاء محطة. مش الاستاذ محمد. المعنى الدارج. المعنى انا لما اخد دي وطبق على دي هي الظروف المباراة بتؤدي. طيب هو انا يعني في الاتحاد مبكرا جدا اطاعها بفرصة. هو ما فكرتش للحظة ان انت عامل في دماغه ايه? هو مروان محسن لو هو يعني واخد الصيقة قوي. هاي لعبة يوجهها مش هيشطة. كرة دي مش هتتشاط وتعلى فوق العرضة. انما هو قال لك عايزة لعبة بمطال القوة لو لبست بين الثلاث خشبات جون مية المية. حتى لو جون رحلة. ايه. اذا انت بتلعب تحت ضغط بياخد جزء من فكرك اللي هو فيه الابداع. المهاجم هو لاعب مبدع. بيقعد فكر معركة بينه وبين مساحة ديقة اللي هي المرمى. في اللحظة. فراكشرف ساكن جزء من الثانية. وحارس مرمى. مع مجموعة من اللعبة بتضيقه. كل العوامل دي حتى يا جماعة والله الانفراد اللي كان ازاره ازاره. الانفراد صعب. الانفراد صعب. ولذلك اه كان فيس هيقول كده. يقول انتو بتحسبوا اللعيبة على القرار السهل مع انه هو اصعب قرار. لان اه انت شايف ان لازم 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 تيجي جون معينا برضو معركة بينك وبين الجون هو بيفكر انت بتفكر ازاي وبيحاول ان هو يسهد الصغرات عليك. وانت بتفكر ممكن تفضل تفكر ما تلاقي نفسك في حضنه. طيب. اللي عنده خبرات زي محمد رمضان. انت فاكر كان يعملها ازاي. ايه يقولي انا كنت على المغمض اعملها بصنع كده قبل ما الجون يلحق. خلاص واتراك. هذه خبرات وهذه المغم. فارجو ان احنا نترفق باللعيبة. طيب.